صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية صاحقة لصالح تشريع لتقديم مليار دولار لإسرائيل من أجل تحديث منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي وذلك بعد يومين فقط من رفع التمويل من مشروع قانون إنفاق أوسع وأيد المجلس التشريع بموافقة 420 صوتا مقابل اعتراض تسعة نواب هم ثمانية دموقراطيين وجمهوري واحد بينما امتنى عضوان عن التصويت وبعد هذه الموافقة الكاسحة أرسل المشروع إلى مجلس الشيوخ حيث لم يحدد زعمائه موعدا للتصويت عليه وكان بعض الديموقراطيين الأكثر لبرالية في مجلس النواب قد اعترضوا على هذا البند وقالوا إنهم سيصوتون ضد مشروع قانون الإنفاق الأوسع إذا أدرج فيه وهدد ذلك إقرار مشروع القانون في ظل سيطرة الديموقراطيين بفارق ضئيل على مجلس النواب لأن الجمهوريين يعارضون خطة تمويل الحكومة الاتحادية حتى الثالث من ديسمبر كانون الأول وزيادة حد الاقتراض في البلاد ودفع رفع التشريع من المشروع الأوسع الجمهوريين إلى وصف الديموقراطيين بأنهم معادون لإسرائيل على الرغم من وجود تقليد عريق في الكونغرس يتمثل في دعم قوي من الحزبين لإسرائيل التي ترسل لها واشنطن مساعدات بمليارات الدولارات سنويا ترجمة نانسي قنقر